في البداية خلينا نلقي نظرة سريعة كده عن رؤية كامالا هاريس عندما كانت رئيسة مجلس الشوق في 2017 وعندما كانت نائبة لجو بايدن في الفترة السابقة ورؤيتها ناحية الشرق الأوسط وفي المقابلة الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية كان رئيساً وكانت له الكثير من العلاقات مع دول المنطقة هل لنا أن نتوقع شكل السياسة القادمة سواء من كامالا هاريس أو من دونالد ترامب أم أن إصراعات وما يحطف في منطقة الشرق الأوسط فرض تغيرات كثيرة في سياسة الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ أشوف أولاً في النقاش والحملات الانتخابية للطرافين نصيب الشرق الأوسط كان قليل جداً يعني معظم الصدمات والحوارات كانت حول أمور داخلية يعني تقليدياً الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري انطلاق في الاقتصاد تخفيض الضرائب الحزب الديمقراطي زيادة الضرائب لصالح الطبقات غير المطرفة وكذا استمر هذا ودخل فيها دلوقتي موضوع الحريات الجنسية ودخل فيها موضوع الإجهاد وحق الإجهاد وده يعني أخذ معظم الحوار في المناظرات في المناظرات واضح إن الشرق الأوسط تراجع كثيراً في الأهمية وإذا نظرنا برضو إلى وضع الشرق الأوسط نجد إن الأوراق مستفة في غير صالح العرب بمعنى أنت عندك النهاردة المرشحين الأساسيين كامالة هاريس وإن كانت تحاول أنها تبتعد عن جو بايدن قليلاً ولكنها كانت نائبة الرئيس وفي زورة قاعد معها صحيح جو بايدن يعني ذهب إلى إسرائيل هو وزير خارجياته وشارك فيه اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي عندما كانت بتضرب غزة قال أنا صهيوني وأفتخر وزير خارجياته ذهب إلى برضو إلى إسرائيل وقال أنا أتيت لسته بصفة يا وزير خارجياته ولكن بصفة مواطن يهود كل ده يعني أشياء في الجانب الآخر دونالد ترامب دونالد ترامب هو اللي نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس هو اللي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل إذن الأوراق مستفة في غير صالح العرب وفي غير صالح الفلسطينيين يعني لكن سعد سفير في بعض الخبراء والمحاللين شايفين أنه الناخب الأمريكي في هذه المرة يمكن هيكون مختلف نوعا ما في العادي ومن الطبيعي أنه بيهتم فقط بالأمور الداخلية زيما حضرتك ذكرت لكنه خلال هذه الفترة مهتم أكثر بما يحدث خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط ليس للاهتمام بقضية الشرق الأوسط أو بالصراعات بقدر ما هو يهتم بما يقتطع من ميزانياته للإنفاق على تسليح قوات الاحتلال فأعتقد أن دي حاجة من الحاجات اللي بتشغل الناخب الأمريكي وكان من الحاجات اللي هتكون مؤثرة خلال مناظرات أي من المرشحين سواء كامال هاريس أو دونالد ترامب بأنه يضح حلول أو على الأقل رؤية لوضع حد لهذا السراء أو على الأقل لإحداث تهدئة ما يشوف يعني هنا تأتي المشكلة الحلول من وجهة النظر سواء هاريس أو طاب هي التهدئة ووقف الاقتتال هذا ليس حل يعني أنت النهاردة دماء كثيرة أسيلت وضمار هائل حصل وجرائم حرب تكبت وبعدين تقول خلاص والله يعني عفو الله عم أسلف ونبتدي من جديد هذا يعني حتى النهاردة لما بتتكلم على يعني في نظرتين نظرت الدولتين ونظرت الدولة الواحدة هل أنت متصور النهاردة أنك ممكن بعد كل هذا الدم الذي سال أن الطرفين يعيشوا في حالة رضا ببعضيهم وفي حالة أنا شايف أنه ده ما حدث مؤخرا قضى على كل بارك يعني أنت الرئيس السادات لما راح إسرائيل دي كانت أول بادرة أن أنت ممكن تحقق سلام وبعد كده حصل أسلو حصل أن الأردن برضو عملت انتفاقية سلام خلاص أنت أجهدت هذا تمام هذا الطريق أجهد وأصبح طريق مسدود ما يثير خلقي أيضا أن المشكلة الفلسطينية هي في المقام الأول مشكلة عنصري بمعنى إيه؟ أن هناك فكر صهيوني بيرى أن من هو غير صهيوني ومن هو عربي مواطن أو إنسان ناقص الإنسانية يعني قتله أو التنكيل به ده شيء يعني مقبول أنت النهاردة لما تنظر إلى تصريحات دونالد ترامب الأخيرة امبارح أو الأول امبارح طلع بيقول كامالة هارس دي يعني أنت ممكن أن أنت تختلف معها عقائديا وسياسيا وفي البرنامج الأخير ونبال أنت تطلع تقول أن دي نصها اسود ونصها هندي بني يعني أنت كده بتكرس الفكرة العنصر قبل كده قال تصريح في منتهى الخطورة قالك المهاجرين دول بيفسدوا التركيبة الجينية للشعب الأمريكي يعني ده غير أن ده يعني تعبير عنصري في غاية الفجاجة إنما أيضا يعني بصراحة ربنا يعني قول يعني لا استطيع أن أقصكه بشكل مهزم ده قول أهوج يعني أنت النهاردة هل الشعب الأمريكي اللي هو جاي من جميعا حال عالم ليه تركيبة جينية يعني فأنت النهاردة بتكرس الفكر العنصري اللي هو حتما بينعكس على قضايا الشرق الأوسط طيب سعاد سفير ليه البعض يعني بيشبه كامالة هارس بأنها نسخة نسائية من باراك أوباما أنا أشوف يعني بواجه التقاري باراك أوباما طبعا أيد كامالة هارس بحكم يعني أعتقد الاختباط الحزبي والاعتبار العنصري برضو ده برضو موضوع مهم بالنسبة للهناك حالة من القلق العميق للأقليات العرقية في الولايات المتحدة من التصريحات العنصرية في غاية الفجاجة والموقف اللي واخدوا من اللاتينوز ومن الناس المهاجرين فده بيخلي الأقليات العنصرية في حالة قلق شديد جدا من المستقبل طيب ونحن بنتكلم عن هارس يراها الكثيرون بأنها الأكثر توازنا أو مقرؤة يعني من الممكن أن تتنبأ بتصرفاتها بعكس دون ترامب فإنه شخص غامض ومن ممكن أن يفاجأك في لحظة من اللحظات بقرار يكون صعب للغاية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط هل هذا الأمر بالفعل يبدو لحضرتك كذلك ولا من الممكن أن ترامب من بأنه معروف أن رجل أعمال وسياسة المصالح والصفقات هي سياسته فنتوقع أي قرار وفقا لسياسة المصالح والصفقات أشوف حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا أنه العملية القدرة على استشراف ما يمكن أن يقوم به زعيم ما ده موضوع مهم جدا الحقيقة برضو من الحاجات المقلقة جدا في تاريخ دونالد ترامب أنه شخصية زئبقية يعني دونالد ترامب أولا عضلات عضو في الحزب الجمهوري كان قبل كده عضو في الحزب الديمقراطي وقبل كده كان في حزب اسمه ليبرتي أو الحرية وكان قبل كده حزب الإصلاح أو الريفورم وفي فترة كان مستقل فعن تجد سياسي يقفز ما بين الأحزاب السياسية أو المواقف السياسية المختلفة إضافة لهذا برضو اختياره للنائب الرئيس اللي دخل مع الانتخابات اللي هو فانس فانس ده كان في حالة عداء مستحكم مع ترامب بضرجة أنه وصف ترامب بأنه نسخة من هتلر فإذ فجأة ترى أن بعد كل هذا يختاره نائب رئيس وزميل له في الحملة الانتخابية ده يعني الشخصية الزئباقية من الصعب جدا أنك تتكهن ما يمكن أن يقوم بيك طيب هل سياسة الديمقراطيين وكما يقول البعض بأنها سياسة لا تستطيع أن تحسم؟ يعني ليست من اختصاصاتها الحسم مثلا فيه؟ اشتركوا في القناة